ازاي تعمل توازن ما بين انك انت تكون مدير بنكز في التاسكس اللي بتطلب منك وما بين انك انت بتعمل دعم وصابورت للتيم بتاعك. بص يا سيدي رقم واحد لو احنا في مجال السيلز الارقام. انك انت تتحقق رقمك لان ده الهدف بتاع الشركة وده اللي احنا بنشتغل عشان نقبض عليه فلوس. والتيم اللي معك لما بيحقق الرقم بيحصل بيحس بالرضا. فلما بيحس بالرضا بيبدأ بيعنده دافع ان هو يشتغل ويزيد انت جيته. ده رقم واحد. رقم اتنين انك انت بتعمل حاجة اسمها شفافية. لو فيه اي خبر في الشركة او معلومة وصلت وجات لك من فوق لازم توصلها للتيم اللي معك. بس التيم اللي تحت اللي معك ده بيحتاج انك انت ايه تشرح له التفاصيل. والتفاصيل التفاصيل. وتبقى معارف الكلمة رايحها فين? علشان ما تسيبش اي فرصة انها تعلى. اه تالت حاجة انك انت بتبني معهم علاقات. وعلاقات بتبدأها الاول بصداقة. انك تقعد معهم مرة واثنين وثلاثة. برة محيط الشغل. تعرف هو بيحبوا ايه? ايه الهواية اللي هم بينفزوها? طريقتهم في الشغل عاملة ازاي? هو عاوز يوصل لايه? ويكبر ازاي? رابع حاجة انك بتعمل له موتيف. انك بتدفعه وتحفزه ان هو يتطور وينجح. واهم حاجة المصداقية لمن انت لو وعدت تنفز. سلام عليكم.